هذا وأعرب مجلس الشورى عن إداناته لمؤصلة إيران لسلوكها العدواني تجاه المملكة والمتمثل بعملها المستمر للمساسي بأمن المملكة وإثارة النعارات الطائفية ودعم وتدريب واحتضان الجماعات التي تصنفها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها جماعات إرهابية وأكن المجلس ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الذي يجرم هذه الممارسات ويعدها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقال مجلس الشورى في بيان له أنه تابع الإنجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية عبر كشفها عن خلية إرهابية تستهدف إحداث الفوضى واغتيال عدد من الشخصيات الهمة لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكتنا الحبيبة وإذ يشيد المجلس بيقضة الأجهزة الأمنية بمستوى الجهوزية العالية لديها لا يعرب عن تقديره البالغ لجهود معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الموقر في متابعة الأحداث وإصدار التوجيهات السريعة والمباشرة لإحباط المخططات الإرهابية التي لا تستهدف مملكة البحرين فقط بل تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر